السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نتحكموا في شهوة دينا لان لما تحكمناش في الاعصاب دينا برمدان ما عمر الشخص غدي يتحكم فيها ورمضان كيعطينا واحد تكوين الشخصية قوة الشخصية هذيك شي علاش الاطفال من اللي كيصوموا في عمر مبكرة جيد لهم كتولي الشخصية دياله قوية وكيولي الطفل عنده رأي ماشي يبقى لارة بزاف عليه لما يقدش لهذا دي ما منصخروش رغا دي تلف رغا دي دير غا دي قسلا الطفل اللي يحمله واحد كذبي المسئولية بسيطة باش الطفل اللي يوليت هو يكتسب الشخصية ويكتسب تعوي جريبة وا واشايiamo فالهذا الانتفاخات اللي كتوقع للناس بعد الإفطار الناس اللي كيصبقوا الماء كيشربوا كمية كبيرة من الماء الماء تقيل الوزن دياله تقيل الوزن النوعي دياله تقيل تقلم الأكل يعنى الأكل اللي عملته في الماءบروا فوق الماء yeah لما تقلم الأكل فالما كيمشي المعيدة كيمشي التحت ديال المعيدة الأسفل والأكل خفيف كي يطلع هذك شي علاش ديما كنحسوه بالغازات بغا ترجع للفام لماذا؟ لأن الشكل ديال المعيدة هو رحمة من الله أن نجعلها بحل ليقطينا مقلوبة هي يقطينا مقلوبة الفم ديال التحت المعيدة واسعة من الفوق وضيقة من التحت ناس ينتابوا يردوا البال معلين الأطيباء كيعرفوها هذه القادية وهذه الخلق ديال الله سبحانه وتعالى خلقوا على هذا الشكل باش يتم الملء ديالها الجيهة التحتانية كتكون صغيرة أن الشخص دغير يشبع غير ما كيردوش الناس البال ده بايلا غير كلوا التمر وشتربوا شوية المام على التمر ديال الفطور إلا زادوا تفاحها غادي يشبعوا غير ذاك الجشعة تيبقى فيهم ذاك الحالة النفسية ذاك الطيراب النفسي كيبقى فيهم لخصهم يأكلوا وبما أن الأكل محطوط فوق المائدة وكيعجب خصوا يأكل وكي يشبع وبله واحد صحن فيه شي حاجة باقي ما قاسهاش ها تيقولك ها هنا باقي ماكلتش البرايوات فيهم الكفتاء وكي يزيدها رغم أنه شبع وهذا تأسولوك خاطئ ولذلك احنا كنقولوا الناس ما تشتوش العيش ديالكم العيش ما تشتوش ما تديروش في 25 صحن العيش ديالكم ديروه في 3 ولا 4 صحون فقط فوق المائدة باش يتجمع باش الإنسان باقي يأكل واحد الأكل يأكل الأكل جيد صافي مزيئا إلا خاد الإنسان زلافة ديال الحريرة ولا ديال الشربة ولا ديال الحسع ولا ديال بيصارة ولا حاجة هذيك زلافة ها كافية باش يصوم باش ما ما يتخلعوش الناس رغم يضرب كافية باش يصوم 17 رساعة كافية جدا فيها العدس فيها الحمص فيها النشويات يعني فيها شوية الخضار فيها المعدنوس والقصبار فيها الكركوم فيها حاجة هذي كافية باش يصوم الشخص 17 رساعة من نحيه الطاقة لان القاطعاني فيهم 25% ديال البروتين فمن ليك يزيد التمر يفطر بالتمر والماء ويزيد مع زلافة الحريرة تغذية متكاملة كافية باش يصوم الشخص 17 رساعة ما زاد على هاد الكمية الانسان يجتهد قد ما نقسم زيان قد ما تهور غادي هلك راسو ما غا يستفدش من الصيئة هو هنالناس كيتهوروا لان من اللي كياكل الشخص كيفطر بالزربة وكياكل 25 نوع ديال الأكل إلا خاد غير كل شوية من 25 نوع طبعا غادي عمرها الماء إذا مخصتاش تفوت كيلو جرام وربع حتى الكيلو جرام ونص إلا فاتت 1500 جرام بما في ذلك الماء هاد الشخص هذا غادي ما زاد على هاد الكمية فسيزيد في تخزين الطاقة غادي يدخل في ستوكاش غادي يقول لي شو حوم يعني الكيني الناس اللي تأكلوا حتى الجوش كيلو ماشي مشكل ولكن قل يعني يكون أحسن إذا الناس اللي بغاوا يزيدوا الوزن يأكلوا كثير من كيلو ليه بغا يبغا يزيد الوزن خاص الأكل يلي يكون طبيعي باش يزيد الوزن لابقا يأكل فاست فود يعني أكلات سريعة وبقا يأكل المقليات والحلويات ومشروبات غازية والسكريات والسكريات وحاجة أنا هذا ما قديش يأخذ وزن الماشي يأخذ الوزن الوزن المعتاد الوزن الجيد ماشي يعني الوزن العادي ديال ديال الانسان ماشي زايد ماشي نقص يكون يعني الوزن كما نسميه استاندار يعني ما كنته مشكله لكان التازم بالنبات ويكون الطاقة دياله تساوي الحركة يعني العمل الجهد لي كيقوم به الجسم خاصه يكون يساوي الطاقة لي كياخدها نسميه احنا في الفيزياء كنصوله الديسي باسيون يعني هذيك الكمية ديال الطاقة خاصة تستهلك خاصة تمشي إلى مقا ما استهلكش من اشي حاجة كيتخزن شوف مثلا لو عندك آلة كتخدم بمية وعشرة فولت وخدمتها على ميتين وعشرين كتنفاجر كذلك الجسم لكان كيتطلب ربع مية وخمسين كالوري وعطيته الف وميتين كالوري كينفاجر هذ جسم هذا كعطيته طاقة اكثر من اللازم خاصة الناس يفهمو هذي هذي الامر دايلا فهموه كنظن غد يعرفوا يتصرفوا مع هذي مع هذي الاكل فمن اللي كيزربو وكيخلطو والناس اللي كيسبقوا لما هو الول كيهوقف لهضم لماذا؟ لأن اللي كيسبق لهضم خصوصيا كان بارد اللي شرب نستطره ديال المبارد وفطر هذي الشخص غدي يحس مشي بانتيفاء غدي يحس بألم وما غديهضم يعني حتى الربع سواع ولا خمس سواع لأن هذك المبارد اولا المعدة ما تلقوش حتى يسخن قد ما بقى في المعدة كيتعطل في المعدة كيحبس الهضم وكيحبس المعدة وكيدير ديليوشن يعني لا ديليوشن يعني كييرشح ديك البيبسين ديال المعدة من اللي كترشح كديلوية ما كتخدمش مزيان ذلك شي لاش كنقولو الناس ما تشربوش الماء على الفطر إلا كان ما جرعات ديال الماء في الفطر يكون مدافي ونصف كاس ولا كاس صغير ديال الماء على الأكل كافة اللي بغى يشرب الماء بعد التراويح يشرب الماء يشرب الليتر ونصف يشرب جوج يشرب تلاتة يشرب خمسة لترات يعني جيد يعني من اللي دخلنا المعدل ديالي إن شاء الله غضي بزيان من اللي دخل رمضان الليهن عندي ثلاثةressing يعني جيد ثلاثة ثلاثة يعني المعدل يعني جيد فالكين أشياء اللي تسضمج كين أشياء ما تتدمج تسحبس الأشياء اللي تسضم ليمن الحلوة الشباكية ومن المسمن ومن المقلية الحاجة المقلية في الزيت فيها البيروكسيداد الحلوة فيها الميلانويد المسمن ما خامرش فيه النشا ستارش هذا الاميدون وهذا النشام اللي كيكون ما خامر شاي وما شبعان شما لأن المسمن وخاكيد لكل عيالات حتى كيث رخاء ولكن مشبعان شما لاميدو ما زال مشبعان شما ذاك شي علاش المسمن كيخسر قبل الخبز كيقصاح ما كيبقاش يتكال لأنه كيضيع الماء حيث هو نيت أصلا مشبعان شما فالتخمر كيخلي العجينة لهذا الشكل إسفنجي دي الخبز وهذا التخمر هو في حداته وحد الهضم قبل أن يصل إلى الجسم لأن العجينة اللي كتخمر هذوك الخمائر ركيكين وحد الهضم كين ديك مثلا لاميدون وحد الطرف منه كيمشي كيولي مالتوز ومالتو تريوز وكيولي غليكوز وكين بعد البروتينات والدهنيات اللي كين في الخبز يعني النشويات ما فيه مش دهنيات كتبزاف يعني ما فيه من 0.5 حتى 1.5 ديال الدهنيات ما فيه مش كتير ولكن فيه مأتار يعني دهنيات هذوك تهما ما كيتلبوش هضم كبير طبعا ولكن نشا هذا لاميدون نشا هو اللي صعيب في الهضم لأنه لما تهضمش بلا ميلاز ديال لانزيم ديال اللعاب في الفم غادي تهضم بالحمد الكولوليدري ديال المعيدة إذن غادي عطل المعيدة يعني هذك شي علاش المسمن والحلوة الشباكية والمبرد هذو غادي نحبسو يعني الهضم غادي تبقى المعيدة مملوعة منفوخة وتسنى يعني هذك اللي كنسميه الديبلوكاج يمتع بحل لونبوتياج ديالسيارات يمتع غادي تحرك السيارة اللولى هذي فهذا الناس يتجنبوا بعدها هذ الحركات هذو في الأكل في الفطور مع هذا الفطور باش نستفضوا مزيان مع هذا رمضان قاع خارج رمضان كيكونوا الناس عدم غازات كتش كامل الغازات في الأمعاء هذ الغازات كيجيوا أولا ملأكل في كل وقت الناس كيندو غوديمة تمانيات سعود العشراء حضاء عشر جوج ثلاثة ربعة عشر دليل المعيدة ما كترتاحش وقدم ما انت كتبلع قدم ما المعيدة كتفرز هذيك البيبسين ما اللي كتفرز البيبسين كتتخلط بالحمودة يعني كتبط الأمعاء كتمرض حتى المعيد دقيق هذك شي علاش الناس اللي كيحسوا بالمعيدة مليك تدوز عامين وتلسسنين كيولي يحسوا بالمعيد دقيق كتولي حدم المرض كينتاقل أمعاء لأن هذك عسر الهضم ديلا المعيدة كينتاقل لمعيد دقيق المعيد الدقيق من اللي كي هي بصف 6 مكيبقاش الخطين للأنزيمات للإباز والبيبتياز والتكالباين والكاتبسين والكاسف كأن الأنزيمات كتتوقف كتبقاش تخدم هذ من اللي كتتوقف الأنزيمات ما كتحلش هذك المواد الغذائية ما كتتحلش طبعا كتبقات ما كتتخمر كيوقع تخمر فرما طيش وهذا التخمر هو اللي كيعطي انتفاخ هذ فهذا القضية دي الأمعاء فالحل ما كينش عند في الفصيدلية الحل دي الغازات ماشي ماشي مرد ولا عرد دي حالة ديال سوء التغذية بمعنى سوء التغذية كنا كان عنيو بقلة البروتينات في ستينيات وسبعينيات دي بسوء التغذية ولينا كان عنيو بيه سوء التعامل مع الأغذية ما كان عارفوش نتعاملو مع التغذية هو اللي كان عنيو بيه دي بسوء التغذية فهذا الأمر بسيط جدا كيلاحظو الناس في رمضان دي بالي يوم شحال صمنا ستينيام كيلاحظو الناس على أن الغازات ما كينينش بقاوش عده ما نظنش على شي واحد زماء ويعلاش لأن ما كيأكلوش لأنه 16 ساعة ديال معذة خاوية الحل ديال هذ الغازات في الأمعام اللي يخرج في رمضان إن شاء الله هو الناس يبقوا يتوق أن يقفوا على الأكلو حيث ست السواء إما من الصباح من اللي فاضره حتى يتغذو إما من اللي يتغذو حتى اللي عشية من اللي الملي بغير يتغذو وال mater try to sleep وحد ست سواء ويبقى على المعد ياخاوية إلا أبقائت خاوية خمسة سواء السصباح وخمسة سوا عشية هائل إلا حايدو الن motivation ديك الماكلة العشرة والماكلة الرابعة هائل 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 هاد هذ هاليا الماكلة اللي كيسموها اللي يدخلوها في تقدم ديال البشرية والإنسان الحديث ولو كيأكلوا هذه القادية دي الأكل البسيط مع العشرة وأن الأطباء كنسحوا بالكولاسيون وهذا هو المشكل هذه المصيبة العظمى الأطباء كنسحوا بالكولاسيون الكولاسيون هي أسوأ شيء عندنا نحن في علم التغذية من أخطر ما يكون علاش لأن ما تتخليش المعيدة تخدم يعني عادي شوف مثلا الأطفال من اللي كي يجوهم على 12 ما فيهم الشهية طيف اللي كتحط له الأكل يقولك ما واكلش علاش لأنه كان حلوي كون عيكا تفاحة بع دولة مارو لا حاجة تيأكل حلويات مع العشرة فهذيك الصوندويتشات اللي كيتديو معهم المدرسة ولا من يكيأكل شيء أكل مع العشرة حلو وصيناعي يعني هو كيشبع ويجوع ويعطش من اللي كي يجي مع 12 هذا الطفل هذا كتبشي لي الشهية والمضاق مبقاش عدوا لأنه اللي عدوا المضاق ديال الحلويات من اللي كتعطيه مثلا اللوبيا ولا الروز ولا تعطيه الخضار ولا حاجة ولا شيء ما يبغيهاش ما كيبغيش ولا الحريرة ولا الشربة ما كيبغيش شربة ما كيبغيش الأطفال لأنه تعودوا على المضاق ديال المنتوجات الشركات لأن الشركات كيدلوا المونسوديوم بغليطامات في الأكل وكيدلوا الاسبارطام كيدلوا منكيهات كيسميهم ناتورال فلايفورين وهي ماشي ناتورال فلايفورين هو كاذب على المستهلك لا يمكن المونسوديوم بغليطامات يماشي ناتورال فلايفورين يعني منكيه طبيعي وليس منكيه طبيعي ومنكيه كيماوي والمنكيهات الكيماوية الآن مصنفة كين في الجوجل كين في الانترنت هتشي ما يقدر تشي واحد الان يعارضه ولا يكذبه ولا يفنده. كل شي الان ذا ما منشور في الجوجل كل شي منشور على الانترنت. البحث اللي جرات في المختبرات وشي كلها بين ايدينا. والشي اسميه تعليه الموضافات الغذائية ليس هناك موضاف غذائي ليس فيه خطر الا ملح الطعم. ملح الطعم احنا زدنا معها لسيد سيتريك. حمد سيتريك لانه كين في الفواكي. لان حمد سيتريك توكي يزيدوه بعد الصناع في المربة مثلان وفي العصائر وكذا. حمد سيتريك كان قبله. ولكن جميع الموضافات الاخرى كلها فيها خطر. ليس هناك موضاف ما فيش خطر. حتى السكر من اللي كتكون تركيز دياله عالي من اللي كيتزاد مثلا العصائر ولا المربة. هذيك الكمية دي للسكر كتولي خطيرها. يعني فهذا. فهذا العليين. ممكنة الغازات جيب حاجة اخرى من غير المكلة بزاف. نعم الغازات كتجي بعدها من هذ يعني الغازات اللي كتجي من الاكل في كل وقت. نعم. ثم الغازات كتجي من اللي كن خلطوا السكريات مع البروتين. قضية ديال ديستير من وراء الأكل. احنا عدنا في علم تغذية تخلف مشي تقدم. الناس كيقولوا تقدم احنا كنقولوا تخلف في علم تغذية. الامريكيين ما كيكلوش ديستير من وراء المكل. امريكيين كيكلوا الفواكه على معيدة فارغة. كيكلوا الفواكه مع الربعة وفي الليل ومع العشرة ومع يعني في الاوقات اللي بعيدة من الوجبات. والفواكية الى الناس بغوا يستفدوا منهم يصبقوهم. بحال ذا بقى في رمضان الناس كيصبقوا الفواكه. ولكن من اللي كيخرج رمضان كيأخروا الفواكه ما عبش نعلاش. من اللي يدخل الضيف الناس بغين يفرحوا بالضيف. من اللي يدخل الضيف يحطوا الفواكه. مش ياتاي شي. يحطوا الفواكه. نسمى وقيرة الضيف. عدنا في الإسلام. حطوا الفواكه. ومن اللي يوجد الغداولة العشاء. كانت من قبل الضيف. كانت من قبل التمر والحليب. كانوا الناس يستقبلوا بها الضيف. يعني التمر رفاكية. فهذه المسائلة الناس يتجنبوها فيما عدا رمضان. من الاخروج رمضان يحيدوا الديسير من وراء الوجبات. احنا هذي خمسة عشر عام وحنا كنحاربوا في هذه العادة. ولكن بحكم المغاربة مضيافين كيبغيوا الضيف ديالهم. وهذه المشكلة ديال فواكه من وراء الوجبات يعني مازال عدنا معها مشكلة. مازال. ثم في المساء ما كنش لي صلاة. في المساء كينش شربات. شربات الخضار وكينش شعير وكين في العشية. وكينها من اللي كننخضو هاد الشربات هاد المأكولة على هاد الشكل. ما مشي بالضرورة تكون معا موجبة فيها الوحوم ولا وجبة أخينا. أبدا. لان هي كافية. هي كافية جدا. نزيدوا معها أشياء. مع تمر ما تمروها. فهنا هاد الأشياء اللي تكلمنا عليها ذبا. تكلمنا عليها في المقدمة. أن الناس من اللي كيفطروا كين تافخ. المطن كين تافخ. يقويوا كيزربوا وكيخلطوا. وما كيعرفوش إن هو الأكل يسبقوا على الأخر. ذبا ستيام في رمضان. كي اللي باقي ما عرفش باش يبدأ. كي اللي بذاب الحريرة. النهار الثاني يبذب هتاي. النهار الثالث يبذب بشيحة. يعني بالسماك كله يعني بقياس منه. يسبقوا الفواكه. لا يسبقوا الفواكه الناس يسبقوا الفواكه. شربة 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 جيدة الحريرة ولكن الفواكه يريد زيد الفواكه في الفطور جيد بحل سخون بحل الخوخ بحل برقوق بحل مسائل الهندية بحل الكرموس بياد الفواكه الحمد لله ده بحل الكرموس اللي بغي يأكل الفواكه إما يحييذها من الفطور يأكلها في الأول ولا يزولها من الفطور حتى يرجع من التراويح ويأكلها يأكلها تماما يحييذها من يزولها من هذا من بعد الشاي كما قلت شربة حريرة حسا اللي كان ثم الخبائز مع الشاي اللي بغي يدير خبائز مع الشاي يتفضل مع شي مشكل هذا السمك البيض البلدي والسمك والأشياء من الأحسن يأخرها شوية ناس تكون هي اللي خير في الفطور هذا البيض البلدي نعم البيض البلدي جيد في الفطور خصوص الأطفال اللي عاد سايمين بحال الأطفال الأطفال اللي باقين خايفين من رمضان وخايفين من الجوع والنهار طويل الأطفال يفطرهم الناس بالبيض البلدي وماشي بايضة في السمانة ولا بايضة في النهار يعطي 20 البيض البلدي معدناش مشكلة في الفطور وماشي مشكلة هذا البيض البلدي والسمك غير والسمك ما يكونش مقلي السمك يكون في الفورن والشربة شربات السمك نحنش حالو نحن كنا يعني سبحان الله على صوتنا باش المغرب بلد سمك علاش ميدلوش الناس شربات السمك يطحنوه كين عدنا أنواع السمك جميع أنواع السمك حتى الرخيص ممكن يطحنوه يديروه شربة مع التوم مع القصبر والمعدنوس ماللي كيددار شربة السمك ماللي كيددار شربة يسهول أكلوه حتى الأطفال ياخدوه ولو بعد المطاعيم الآن الحمد لله في جميع المدن مشي غير فطان جوتي طوان ولو المطاعيم الآن كيدديروش شربات السمك ولو مثلا محلات كي عندهم غير سمك محلات الآن كيدديرو الطبخ دير السمك بلا بلاك يعني ماشي بالقلية ماشي بالزيد الحمد لله هاد شي جيد لان احتى هاد الناس اللي كيعملوا هاد المسائل هذي احنا ماشي حتى الصناع احنا ماشي ضد شي حد احنا ضد هاد الخروج عن الطاقافات المغربية والخروج عن طبيعي بشكل مفرط فمحتى الصانع كينين دبا انواع من المربا اللي جيدة كين انواع بعض الصناع بدو كي يحيدوا الاسبارتام وتيكتبو عليها بدون اسبارتام كتون اشتاع الشاحنات كين بعد الصناع اللي كاتبين على الشاحنة اللي كتفرق المنتوجات ديالهم صانز اسبارتام يعني عليهم زيان هذي هذي جيدة اشارة المستمعين سئلة شخصية انا عندي اسميتو علي مرض كذانا اسميتو فمن الاحسن تكون اسئلة عامة وما ينتظروش من الدكتور فيد يعطيهم خلطة ووصفة هذي ما ينتظروش مني هذي تكون شو موضوع ناو تكون على رمضان انا ماشي انا الاستاذ باحث وهذي خلطات ووصفات يعني مستوى شوية بهابط يعني ما اشي بتفصيل كتر نتكلموا على بغيتو الفائدة ديالشي خضرات ديالشي فاكيها ديالشي نظام غذائي ديالكم انتوما مثلا هكذا شي حاجة عامة ما ندخلوش في تفاصيل مرض معين ما اللي اشتابه عليه حتى شي ماكلا وش هي مزينا ولا خيبة اشتابهت عليه شي حاجة في حياته نعم ولكن انا عندي محيض المرارة واش ناكل هذي وما ناكلش هذي ما لا ما غاداش يستافذوا المستمعين كلهم غاد يستافذ هو اللي يسونا ولكن كين علاف المستمعين ما غاد يستامعوا ما سيستافذوش نحنا الاشياء اللي يستافذوا من الناس عامة نعم... خير ان شاء الله فهدي من اللي يخرج رمدان ان شاء الله لان رمدان عياده ربانيه احنا دخلي لها بش نتعاجو كلنا اللي ما كينش لما عندوش مرات كتب غير من اللي يخرج رمدان ان شاء الله يحاولوا الناس هذ القodyات الغازات وي في كترة system kill people اجل معين محاضرة كل شي موحاضرة كل 물어�обыد الغازات في الامعاء وانتيفاخات وكذا هذي الغازات العيلاج دياله هو الجوع وهو يخليه المعيدة فارغة نعم ولذلك الناس اللي كيصوموا فترات متعددة في السنة من غير رمضان ما كيحسوش أولاً برمضان كيجيهم عادي ثم هاد الفترات يلي كتنقسم الحدة ديالتكوون هاد الغازات يعني في الأمع اللي كيصوم اثنين وخميس اللي كيصوم ان شاء الله عليين اللي يعجبوا الحال يصوم سيمانة واسبوع يفكر الناس ما كيفكروش في عالجوروا يصوم بالصيام رمضان صافية عنده رمضان هناكين أمراض الآن اللي من اللي يخرج رمضان يعني يشEEP امراض كيتتعالج بالصيام حال الفيبروم هاد المشكل ديال الم Julie لي عاد العيلات كيتكون عندما حد الكورا مشي سرطان واحد العيلات الي وفي الربعات الأولاده الفوق كلهم معدهم هذه الكورا هادى عادية هي تواسيم يا كنسمو فيبروم كالسيفي هادلك الفيبروم كالسيفية اشنه وا كي فيه كالسيوم مليع في الراديو كييبان كتبن لحد الكورا بيضة في الراديو علشان الكالسيوم كيبان بيضة في الراديو بحل العظم يعني المرامل يقول الطبيب عندك وراء في الولدة كتخلع وفيبرون كالسيفي عادي يعني الأمريكي الآن ما تديروش ليه العملية ما نعي العملية دي الفيبرون كالسيفي لأن العملية كخصك تحييض نص دي الولدة وللولدة كلها على حسن فينجا فهذا الفيبرون كيتعاملوا معه الآن الأمريكيين بالضاية التيرابي بهذا الانتيغريتيف ميديسين كيتعاملوا معه بالجوع كيجوعوا العيالات وكحيدوا لي من اللحم والسكر جميع اللحم اللي كان نقول اللحم باش الناس مقاش يسولوني على بيضاء وحمراء معديش أنا بيضاء وحمراء جميع اللحم جاج بيبي يغلمي بيقري معزي إلا السمك صافي جميع اللحم يعني نحي تسمك واللحم البيضاء نعم السمك ما داخلينش مع اللحم السمك لا ضررة فيهم يعني لأسماك مجميع المرضى ممكن ياكلوا الأسماك في ضرع الجاجر نعم كل شيء هاد الحيوانات يعني كان ضرع الحيوانات لعدهم دام ساخن فهذا الأعراض هذه هي بسيطة هي تتعالج بالجوع يعني نحن علاش نقوله الجوع لاش منصوموش الأمريكيين كي يجوع وكي يسموه Starvation يعني كين Starvation بالأنجليزي وكين Fastene يعني Fastene هي الصيام الشرعي اللي فيه وفي Starvation هي التجويع اللي كنسموه بالعربية يتجويع كي يجوعوا المرضى كي عدهم ما يشربوه وكي يجوعوهم أحد المدة سبعة سواية أو تمنسواية ولا حاجة وكين بعض الكلينيكات اللي كيعملوا كثر كيعملوا يجوعوهم حتى 16 ساعة فارجعو لهذه المسائيل غير باش الناس يستافدوا يعني الغازات العلاج ديالهم هو الجوع وينقاطعو الناس على الأكل يعني في كل ساعة يخليو المعيدة فارغة واحد المدة وما يأكلوش في الليل من اللي كات مشي الشاهية بالمناسبة بنيت تكلمونا على الغادية دي الناس اللي ما عدهم الشاهية لما يقدروش يفطروا مع الصباح كيكونوا صهرانين وكيأكلوا في الليل الأكل في الليل لأهد الناس اللي ما يأكلوش في الليل الصباح كتكون عدو الشاهية غير يحبس الماكلة في الليل والصباح رغادي يفطر مزيان وتكون عدو الشاهية الأطفال بما في ذلك الأطفال اللي ما زال شرف الله قدر مستمع الكرام بما زال عدم تبول لإرادية حتى لربعة عشر عام كنين أطفال عدم ساعتاشر عام باقين كيتبولوا هاد الأطفال ما خصوا مش مشي يشربوا الما في الليل ما خصوا مش يأكلوا في الليل هو لي مهم يعني أن الأكل كيتقل الدم وكيتقل النوم طفل ما كيعرفش رسول واش بالو للا خصوا ما يحبسوا لهم الأكل من ستة العشية والفق يحبسوا لأكل الأطفال من هاد الأطفال اللي كيتبولون ويحيدوا لهم مواد الصناعية بحل الحلويات وحل مشروبات الغازية حيدوا لي إن شاء الله رأى الطفل ما غديش يبقى في هذا التقل لا إرادية بلا عشباب لا خلطة بلا اسميتوا إن شاء الله يكون خير نعم لسمحتوا أنا ما عادش يطول كثير رهي أنا عندي قبض من قبل رمضان عند الإنساك من قبل رمضان وكيتبز في رمضان وأنا منظمة الأكل بياني يعني ما كان كانت فرد بطمر وشوية دي الماء وكان صلى المغرب وقر جاه كانت شرب زلافة دي الحريرة عادية طفل بلا خفز زلافة شي حاجة حسا إذا من بعد شي ساعة أو لساعة أنا خلش ساحة أو أي حاجة هكذا خير نعم نصغل الدكتور الفائدة واحد لمرة واحد محاضرة بيانه أهدر على الانتفاخات وهدرب الضبط على واحد الفترة كبيرة على الحلبة والدور دي لها في امتصاصها ذو كل الغازات نعم يغضح لي كيفاش هاد الغازات هادو كيفاش يمتصون وكيفاش ممكن نستعمل هذه الحلبة هادي في الامتصاص واشننستعملوها طريقة الاستعمال نعم نجيبوك إن شاء الله شكرا لكارد الحاميد نجيب فاطمة نعم فاطمة دكتور محمد فيت كلمة على القبض نعم تحية طيبة بعد هذا المستمعين دينا من أمريكا من مغاربة خارج الوطن يعني غريب هات سيدة هذي كتقول عندها يمسك وتزاد في رمضان غريب جدا أن هذه الكمية دي اللي ما عدا نقصة تشرب المدافي بكترة تشرب المدافي يعني تشرب المدافي احت 3 لترات في الليل يعني من فطورة السحور تشرب بعد المكافي ثم أخص عامي زيت الزيتون أخص يكون عدا زيت الزيتون في الأكل ديلا وتكتر من الفواكه تزيد في الحصة الفواكه يعني إلا كانت تكتل تفاحة تاكل جوج إلا كانت تكتل بعويدة تاكل جوج تزيد في الحصة الفواكه تكتر من الفواكه هات سيدة هذي ان شاء الله ما غريش بقاعد ذا يمساك لا يوجد أن تأخذ أدوية أو لفيت مع الجعل شيء هناك هذه المشكلة لأنك تأخذ أدوية مثل هذا الإمساك من الأدوية ولو تكون تأخذ مكملات بحال الحديد أو الأشياء هذه هذه تهيئة تسبب هذه المشكلة ثم العامل الذي لا ينتبهه له حتى الطب الآن لا ينتبهه هذا العامل وهو الحركة الناس الذين يتحركوا لأنه يوجد العضلات في الجسم التي يستفيدون من الحركة هذه العضلات داخل الجسم التي يستفيدون من الحركة مثلاً يقول لك الناس يستفيدون منه العضلات من الرجل والصاق والعضلات المشي رياضة يستفيد من العضلات مع الغليض وهذا القولون ويتستفيد منها الرحيم هذه العيالات التي يتحركوا بزاف ويشقوا بزاف من نساء البوادي من المستحيل تكون عندهم أندوميتريوس هذا الالتصاق الالتصاق ديال الرحيم يعني كيكون دماء يعني كيكون النساء عندهم الدم وعندهم هذا الأندوميتريوسيس الأندوميتريوسيس من المستحيل لقواعد النساء البادية لأنهم كيتحركوا وحتى يعنيني في أمريكانيت الأطباء يعطيهم الرياضة لهذه العيالات لعدم الأندوميتريوسيس ها يحتملون الأصلى Y какая س permet entender فهذا العضلات يستفيدان ببعض المرض لكن بالوضع هذة العيالات التي تدركوا هذا الب وأنام وهذا المشكلات هك wants to get away than that وقتها رياضة هناك القادية من المشكلة أن نتحرك إلى بواسر واللي يعدهم الإمسك واللي يعدهم أعراض على مستوى القاولون خاصهم يتحركوا يعني القاولون كي يستافد كتير من الحركة وإلا ما كانش يعني هذا المشكلة دي الحركة لما كانش ما غاديش يكون وخا نعطيه أي حاجة ما غاديش يكون يعني علاج تام 100% طيب نشو الأسئلة سؤالتين وهذه الأغير بالأكل ما عرفش أنا في أمريكا واشي ممكن لها ولكن الناس اللي كيتصنتوا لنا وعندهم نفس الأعراض بحال في المغرب الناس حساء الشاعير بربا حساء الشعير بزيد زيتون مش بالحليب بربا كتكتكتكتكتكتك علي جميع الخضر حساء الشعير بزيد زيتون إلا دارت هذه السيدة Já deserves better شعير بزيد زيتون مع process هذه المستحيل يبقى لديها إمسك طيب ثم تزيد في الحصد الفواكي بحالاة السيدة اللي في أمريكا تزيد في الحصد الفواكي تاكل الفواكي بكترة نعم عبد حميد س BUR Mrinal deceived كنت تكلمتي على أنا كتماحص الغازة نعم ولكن السيد عبد الحميد كي بحالا أردني بحالة أعطيت وصفة أنا ما أعطيتش وصفة أنا تكلمت على الحبوب اللي الناس أهملوها في حياتهم الغرب الآن ما كيعرفش حب رشاد والحلبة والسانوج وحب تحلاوة والنافع والزنجلة ما كيعرفهمش السيزام كيزوقوا في بعض الحلويات معروف عندهم شوية زنجلة ولكن السانوج وحب تحلاوة والنافع والكروية والحلبة وحب رشاد ما كيعرفوهمش في الغرب ما مدخلهمش كعام وهما عامل أساسي في التغذية اللي كنصنفه أنا رقم ربعة لأنك نعستة العواميل في التغذية العامل رقم ربعة هما هات الحبوب هات الحبوبة دي مصدر دي الفيتوستروجينات هي كتقد العيالات يعني بحال يتأخر لها الحمل بحال لي عدم مشكل في الرضاعات بحال العيلة لي عندهم مشكل في هورمونات عدم الشعر فوجاههم حل يعني هذي كتذبط الهورمونات يعني الفيتوستروجينات كي يضبطوا الهورمونات يعني حتى البشرة دي المرأكة اللي جميلة يعني فهذا آآ هما المصدر دي الحمض الأوميغا ثلاثة هاد هاد الحبوبة دي وهما المصدر دي المحفزات دي الأنزيمات الناس كيقولوا الحلباء كتغلد الحلباء ما فيش بروتين باش تغلد ولا Peel tl o кстати واللالحلباء vierحال كيكلو نازد الحلباء مي العقا والنساء كيقولك الحلباء يتغلد يا حلباء مشي كتغلد إنما كتزيد في الحلباء كتزيد في الانتصاص. الحلباء كتزيد في الانتصاص إلي زادت في الانتصاص. طيبعا ش ش� الجسم كياخذ مية في المية المردودية ديالو كتولي مزيانا كي يغلد هذا هو اللي كان فهذا الحلبة مش غل الحلبة حتى حب برشاد جيد جميع هذه الحبوبة هي تساعد تزيد في الانتصاص وكتساعد على الهضم يعني الحلبة كانوا كيوزنوها بالذهب باش نوريوا قيمة ديالة الحزبة كان الحلبة كانت توزن بالذهب وزنا بوزن كانوا الناس كيشريوا الحلبة الوزن ديالة بالذهب في العصور القديمة لا لا حقيقة تابتة هذه يعني في البردية هذه الابيقورة هذه البردية ديالة الطيب القديم هذه مسطرة فيها الحلبة والحلبة تسمات الحلبة لأنها كتزيد في الحليب بعد العيالات علاش كتزيد في الحليب لأنها فيها الفيتوستروجين هذه الحلبة وفيها واحد المادة ديالة ليدروكسيلوسين والهييدروكسوليسين هي الجزئة اللي كتمثل منها لانسولين هذا كشي علاش الناس اللي عندهم سوكاري مثلا خاص الحلبة تكون في الأكل ديالة ماشي خلطاء تتخلق الحلبة بالنظام الغذائي يجعل المشيلي مع النظام الغذائي إنها اغلبية هي تكفر خطار خطار حلبة خطار نظهر بنابة ونساء هلا بدون لها فالناس ينبتوا هذه الحلبة بالرأي حدية لا تتفقاش